مرحبا بكم رجعنا لكم وصفة جديدة اليوم نعمل خبز خالي من الكلوتين من دقيق الزرة وصفة بسيطة وسريعة يلا الوصف دقيق الزرة يوجد منه خشن في منه ناعم احنا بدنا ناعم ليس نشاء الزرة نشاء الزرة لونه أبيض هذا لونه أصفر مثل ما انتم شايفين اثنين كوب من دقيق الزرة واحد كوب ماء دافئ وقليل من الملح ومعلقة صغيرة خميرة نضع كوب الماء الدافئ ومعلقة صغيرة خميرة وقليل من الملح نضع في البداية كوب واحد من دقيق الزرة وبنشغل الخلاط الكوب الثاني نضعه بالتدريج ممكن احنا نحتاج أقل من اتنين كوب يعني بقليل نضعه بالتدريج يعني احنا ممكن ما نحتاج اتنين كوب ممكن اقل من اتنين كوب حتى يقدر يقوم الخلاط هكذا زاد معنا يعني تقريبا من اتنين كوب الا معلقة كبيرة يعني اقل من اتنين كوب معلقة كبيرة مثل هيك لازم يكون الخلية نضعه على ورق الزبدة ونقسمه الى اربع اكسام هنا موضوع كتير سهل وبسيط ممكن وضع السمسم او اي نوع من التوابل هو اختياري انا وضعت السمسم نترك العجنة تخمر لمدة ربع ساعة او حسب درجة حرارة المطبخ ممكن تاخد اكتر من ربع ساعة بنقوم بتشغيل الفرن مسبقا من الاعلى والاسفل على درجة حرارة عالية جدا 270 درجة مقوية انا شغلت الفرن الموجود عندي 270 درجة مقوية نوضع الخبز على الرف الاوسط لمدة 5 دقائق ممكن يكون الفرن عندكم 250 المهم اعلى اشي هيك بنترك الخبز يبرد على شبكة المطبخ نتركه يبرد حافر جيكي هو لسا عسقون شوية لكن هنا حافر جيكي يا كيف هو كتير بسيط هو خالي من الجلوتين ممكن نعمله ساندويج مثل هامبورغر ملاحظة يجب عليكم التأكد من هذه الوصفة تناسب نظامكم الغذائي او الوضع الصحي لا يوجد وصفة تناسب جميع الاشخاص وصفة كتير بسيطة وسهلة اتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات لانا رأيكم كتير بهمني الناس الموجودة عندي على صفحة على الفيسبوك اتمنى اشتركوا بقناة اليوتيوب اسم القناة شيف نائل من شان يصلكم كل جديد في امان الله